اخواني و اخواتي رمضان فرصة عظيمة و غنيمة كبيرة مجرد ان تدرك رمضان هذا بحد ذاته نعمة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان كان قد اسلم جميعا و هاجر جميعا و جاهد جميعا الاول قتل في سبيل الله والثاني مات بعد صاحبه بسنة لكنه مات ميتة طويلة فرآهما احد الصحابة في المنام كأنهم يتسابقان على فرسين و اذا الذي مات على فراش يسبق الذي قتل في سبيل الله فلما سئل النبي السلام عن هذه الرؤية الغريبة و هذه الرؤية الشديدة الغرابة قال عليه الصلاة والسلام مما تعجبون الم يعيش بعد صاحبه سنة هذا الذي مات على فراشه قالوا بلى قال الم يدرك رمضان قالوا بلى قال الم يصلي كذا و كذا صلاة قالوا بلى قال ان بينهما في الدرجات كما بين السماء و الارض تأملوا معي كيف ان ادراك رمضان نعمة هذه النعمة شكرها يكون بحسن العمل في رمضان و ثواب و ثمرة هذا الشكر هو القبول بعده جعلنا الله و اياكم منهم